اشتركوا في القناة على إصدار قانون الاستفتاء قبيل الانتخابات للتصويت عليه من قبل الشعب وأشار صالحي لأنه لا توجد خلافات مع قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر مشيدا في الوقت ذاته بالدور المصري الداعم لليبيا بمشاركتها في إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الحرب على ما وصفه بالإرهاب طالب مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا صلاح الدين جمالي بوقف التدخلات الخارجية والإقليمية في ليبيا واعتبر جمالي في مداخلة سابقة مع النباء أن هذه التدخلات تعرق لما سيرة السلام في البلاد وضف جمالي أن جامعة العربية أسست ما سمته بالرباعية التنسيقية التي تجمع الجامعة والأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي لمحاولة دعم مسيرة السلام في ليبيا التام المبعوث التركي إلى ليبيا أمر الله أشلر لإبارات ومصر بالتدخل عسكريا في ليبيا وقصف المدن وتزويد أطراف دون أخرى بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة ونفى أشلر في اتصال مع النباء الاتهامات الموجهة لبلاده بالتدخل بليبيا وشار المبعوث التركي إلى وجود ضغوط مصرية وإماراتية تمارس على قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر لمهاجمة تركيا وإن تلك الضغوط تتلاشى عند الاجتماع بهم في الشرق الليبي كشفت مصادر لصحيفة العربي جديد عن خطط جديدة لقائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر للتخلص من المقاتلين السلفيين الموالين له وقالت المصادر أن حفتر يتوجه لإخلاء المراكز العسكرية الرئيسية من القيادات السلفية في إطار خطة جديدة لبسط سيطرة ضباطه بالكامل على مخازن السلاح وقيادة المراكز الحساسة وبينت المصادر أن حفتر يسعى لنقل المجموعات السلفية للقتال في درنة كجزء من خطته للتخلص منهم وأشار المصدر إلى أن تفجير مسجد سعد بن عبادة بعد تفجير مسجد بيعة الرضوان الجامع الرئيس للمجموعات السلفية جزء من خطة حفتر ضدهم نهاية المجز إلى اللقاء